قضية الشاحنة التي تم العثور داخلها على 39 شخصا ميتا لمهاجرين غير نظاميين من فيتنام إلى بريطانيا في أكتوبر عام 2019 تعود إلى الواجهة حيث حكمت محكمة في مدينة بروج البلجيكي على رجل بالسجن 15 عاما لدوره في تهريب المهاجرين الذين قضوا خنقا داخل الشاحنة أعتقد أن قرار المحكمة واضح جدا ومنطقي جدا إنه رسالة واضحة مثادها أنه لا يمكن التسامح مع أي نوع من الإساءة واستغلال شخص آخر كان يبحث عن حياة أفضل وعالم أفضل المشتبه به الرئيسي هو فيتنامي يعيش في بلجيكا بدون إقامة إسارية المفعول حيث حكمت عليه المحكمة بالسجن 15 عاما وبغرامة تنقدرها 920 ألف يورو ومصادرة الأموال التي حصل عليها من خلال تهريب المهاجرين وتقدر بمبلغ مليوني يورو وكانت محكمة في بريطانيا أصدرت أحكاما تتراوح بالسجن بين 20 و27 عاما على زعماء عصابات تهريب البشر أدين بتهمة القتل غير العمد المهاجرين الفيتناميين ومساعدة الهجرة في شهر يناير الماضي وفي سياق آخر شنت السلطات الإيطالية والألبانية حملت اعتقالات اطلت أكثر من 20 مشتبه به في استغلال مئات اللاجئين والمهاجرين وتهريبهم من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي من بين المشتبه بهم شقيقان عراقيان متهمان بتزعم وتكوين تشكيل عصابي للتهريب يضم في معظمه أشخاص فارين من العراق وسوريا وقالت وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول إن الشقيقين يعتقدوا أنهم جزء من تشكيل أوسع يضم ما يصل إلى 80 عضوا واتهمون بنقل أكثر من ألف مهاجرين بثلاثين عملية تهريب بالقوارب من تركيا إلى ساحل بوليا ثم إلى دول أوروبية أخرى ترجمة نانسي قنقر